السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم برحب بكل المشتركين معي في القناة وكمال برحب المشتركين الجديد معي. بقول لكم اهلا وسهلا بيكم. وبقول لك لو انت لسه جديد واول مرة تشوفنا تفضل اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. هنقول دلوقتي الكراءة العامة. اللي موليد برج الاسد. اه نبدأ بكم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا برج الاسد. برج الاسد انت انت محتار. شايفك شايفة طاقة بتاعتك محتار ومتلغبط متاعي الفترة دي. ومش عارف تقيم اي حاجة بشكل كوي. او بطريقة مضبوطة. اه كمان شايفة بعضوكم عنده حيرة بين شخصين. مش عارف احكاية الحيرة بين شخصين. بجد برج الحمل كان عنده حيرة بين شخصين. انت عارف انت محتاج ايه? انت محتاج تباد وتقعد مع نفسك وتبص على مشاكلك والحاجات اللي انت محتار فيها تبص عليها من برا. محتاج تخرب برا مشاكلك عشان تقدر تحدد انت عايز ايه? زائد انك ممكن تستشير شخص. انت تعرف انه عنده حكمة عشان يقدر يسيدك. اه ولو مفيش يبق انت اللي لازم تخرج نفسك من الحالة دي. اه تخرج نفسك من الحالة دي بالطريقة اللي انا وصل لك عليها. لو خرجت برا المشكلة وشفتها من فوق او شفتها من نظرة اعلى هتقدر تحلها. هتقدر تشوف كل جوانبها. متخطش نفسك جوة. اه بعضوكم هينهي علاقات والشعر ده بالزبت العلاقات السيئة والمؤلمة والسامة. انا شايفك هنا مش قادر. اه في حاجة لازم تنتهي بس انت مش قادر تنهيها. ايا فعلا فيها عوائد كتير. اه شايفك كمان اه شايفك خايف من خسارة. ما تقدرش تتحملها بعد كده. اه لكن الانسحاب بالتفكير من بعيد بنظرة شاملة هتقدر تاخد القرار انت شاعمر. انا شايفك عندك هموم. اه عندك هموم كتير اوي غير العاطفة. اه ومسئولية كبيرة. شايفك شايل مسئولية كبيرة وتقيلة. اه وبالذات المشاكل المادية. رغم اني شايفة ان وضعك المادية بدأ يتحسن. اه وبقولك ان بشوية جهت. انا شايفة ان شاء الله يتحسن للافضل. او للوضع اللي انت بتتمنيه ل. انا شايفة مسئوليتك واللي انت عايز تعمله. اه ممكن قول ان هو اكبر من الدخل اللي بيجيلك. اه لكن انا شايفة ان انت رايح لتحسن الافضل ان شاء الله. شوية مجود بس كده. اه. برج الاسد في حب كتير شايفة حواليك اه من كذا شخص في محيطك. بس وكأنك مش من كيفك ليوم حالك. لكن احتمال الشخص اللي بيه لك اه يعترف لك بحبه خلال الفترة دي. انا شايفة بعضكم في وضع حب صامت. ممكن يكون في اعتراف او تنميح خلال الشهر ده. اه كمان انا شايفة ان الحب ده فيه شوية عوائق. اه في حاجات تمنع تمنع انه يحصل ارتباط. اه. اه. في شوية عوائق على قلق على خوف من رد فعلك. يعني الصرف الثاني ده احتيته. احتيته ان في عائق كبير موجود في العلاقة. هو كمان عنده قلق وخوف. اه من الاعتراف بالحب ده خايف من رد فعلك انت. كل ده احتيته الثاني زي ما قلت. الطاقات الموجودة في القراءة شايفة الطاقة المائية نارية هوائية. اه طبعا الطاقة زي ما قلت قبل كده هي غير البرج. اه الطاقة يعني ممكن حد يكون مائي بس طاقته نارية. في الفترة دي. اه. برج الاسد كمان في الفترة دي احذر من الخبساء. الحاقبين في محيطك وفي العمل وثبيتك. اه خلي بالك من اي مكتسبات او انجازات حققتها. اه. عايز اقولك ما تتعاملش بساذجة ولا بحسن نية معنات انت عارف اه انهم مش بيحبو لك خير. اه. ميش بحسن نية ان انت عارف ازامني بالناس لأ. لكن اه. زي ما قلت او في وصفات الاول ان هي ممكن تتعامل بشوية ساذجة. او انك اه. انك المشاكل اللي عندك كمان ممكن تخليك ما تبصش ما تبصش حواليك كويس او ما تشوفش مين بيحب مين بيكره كويس. اه قلتلك قبل كده انك محض هيرة ومحض حسد. اه بسبب اه. النعم ربانية يا ربنا وهدهلك. اه. يعني انت ملكش ايد فيها. حاول تصفي زهنك. اه تبعد عن اي افقار سببية علشان اه. لو حبثت نفسك في افقارك دي مش هتقدر تاخد بالك من حاجات بتحصل حواليك. اه. حاجات بتحصل حواليك ممكن تضرك. اه. نرجع للناحية العاطفية ونعرف الاول طاقتك العاطفية. انا شايفك عندك حماس في البداية جديدة. اه. لكن شايفة حينها ممكن انت مع حد وبتفكر في حد تاني بسبب بعض الثرف اه. اللي انت معيه. او تجهلوا المشارك. اه. انا شايفة تذكير في الشخص ده من ناحيتك. اولا هي في الغالب هتكون علاقة زواج او علاقة قوية استمرت في اسنين. اه. هو بيشوف فيك صفاتك في برج الاسد. انا هو شايف فيك كل صفاتك. بيشوفك قوي بيشوفك قائد بيشوفك عندك كارزمة عالية. كمان بيشوفك اه نجح في حياتك او بتعرف ازاي تنجح في اي اه. في اي حاجة انت عايز تعملها اه. اللي مش بيعجبه فيك. ثواني. اه. اه. انا بقولك هو ساهم بيخصم انك اللي مش بيعجبه فيك. هو اه. انك ممكن تنجي العلاقة في اي وقت. برغم الحب الكبير اللي بيشوفه منك. لكن مش بيتطنلك. انت عند يعني انت عند اي خطأ. اه ممكن تهد المعبد عليه فيك. هو بيشوفك عامل كده. اه. كمان هو بيشوفك نزاجك متقلب. يعني. اه. ودي ساعة لو انطقتك يا برج الاسد. طب نشوف ايه اخبار العلاقة. انا شايفة العلاقة فيها الزعل كبير. فيها علاقات عند بعضك وطبعا. شايفة فيها علاقات فيها الزعل كبير ومشكل كتير عند البعض انتصال. اه. شايفة فيه احساس بالندم. اه. يعني الصراحة انا شايفة احساس الزعل كتير قوي. كأن اللي خصل ما كانش سهل. او فضل يتراكم او تتراكم احداث كتير مرت بالعلاقة دي. اه. لحد ما بقى الموضوع كبير. كبير تتعلبوكم انتو اللي اتنين. انا شايفة ان انت اللي مجروح هو كمان زعلين بس اعتقد ان هو اللي زعلك. اه بسبب ان شايفة الكيوف في قلبك انت مش هو. اه. اه. للبعض احتمال وجود طرف تالت. بس ممكن الطرف التالت ده. زي ما شفت في الاول ممكن الطرف التالت ده عندك انت. يا برج الاسد. لان في بداية الكراءة زي ما قلتلك انا شايفة ان انت انا محتار بين شخصين. بس هنا في الكارت اذا بيقولك ان الامور هتتحسن. وان ان شاء الله الحزن اللي انت حاسس به دلوقتي هيروح مع الوقت. اه. الطرف التاني هو حاسس ان هو مهزوم. مهزوم وتعبان قوي. اه. ده اللي نسبة للمنفصلين. اه. طب سويني. نشوف هو يامل ايه? انا شايفة هنا لزهادي هو شخص مخيدة. عند البعض طبعا. يعني كل حد عارف القصة بتاعته ايه? انا شايفة هنا ان انت تتعاملت مع شخص مخيدة. هو خدعك اكتر اه من مرة. وبعدها هو بعد. يعني بعد ما خدع اكتر من مرة بعد. اه. وتقريبا بعده ده لانه حاسس ان شكله بقى وحش قوي. يعني معندوش حلول ولا ولا عندو حاجة يقدمها لك. انت نوعا ما شايفك يا برجل اتعودت على الوضع ده. او تعودت غيبه. يعني انا شايفة القلم اللي كان في البداية. استادى. استادى يقل بعضكم. اه شايفك وجهت تفكيرك لحاجات تانية اه. يعني شايفك اتديت حاجات تانية تتديت تحقق منها انجازات. تتديت تحقق منها نجاحات. اه بعضكم ممكن وجه طاقته وافكاره لبزنس. ممكن بزنس تدار بتنجح فيه. اه لكن من وقت للتاني لما بتفكير بتزعب. انا شايفة لبعضكم الحبيب عايز يرجع. بس انا شايفة هنا عندي صافة تخوف عالي جدا. هو خير. ولو مش متجاوزين هو عايز يتجاوزك. اه هو في جماغه مستعد بيعمل اي حاجة عشان عشان تقبله. اه انا شايفة عند البعض هو غدر بيك وهو تغدر بيه. اه هو كل تستيره في الطريقة. يعني في الطريقة اللي هو يرجعلك بيها يتسلم ازاي? يبحث ازاي? يقول ايه? اه هو واسط ان انت مش هتحدقه تاني. ممكن يكون خداع حصل اكتر من مرة. هو واسط ان انت مش هتحدقه تاني. بس هو بيحاول يلفت نظرك الفترة دي. اه يلفت نظرك ليه بطرق تانية. اه لان شايفة بيحاول يبين لك انه كويس. اه انه بقى ملتزم. اه مثلا اه اه لو ما كانش بيشتغل يبين لك انه هو بقى بيشتغل. اه لو ما كانش ناجح يبين لك انه هو بقى ناجح. اه بس الطرق غير مباشرة. ممكن عن طريق السوشيال ميديا اه او عن طريق ان حد يوصل لك اخباره. المهم هي طريقة مش مباشرة. بس انا شايفة كتير منكم. اه باصس لقدام. شايف دي ارجع للماضي تاني بالعكس انت عايز تنتهم من الماضي خالص. اه انت من الواضح عندك اه عندك منه مشاكل نفسية. في مشاكل نفسية قوية خصلت عندك. يا برج الاسد. انت عايز تستاش في منها. وكأنك بتعيش اه سعادة مزيفة. يعني بتبحث بس مش من قلبك. بتفرح بس مش من قلبك. اه اه اعيش في سعادة مزيفة يعني عشان تطلع من الحالة النبطية سيئة اللي انت فيها. اه سويني. احنا نشوف اللي فيه ما بعد ايه. اه برج الاسد اتفاق الخير. اه اه يعني ما شاء الله. اتفاق الخير. انت عندك اه عندك فرحة حقيقية. مش مزيفة بقى عندك فرحة حقيقية جاية. اه كمان انا شايفة ناحية العملية. اه فيه تقدم وتميز ونجاح. اه شايفة انك اه بتستعيد نختك فين. اه لكن الناحية العاطفية انا شايفة من قسمة الاتنين. زي ما قلت الناحية العملية انا شايفة فيها نجاح وتقدم وتميز كبير جدا ان شاء الله في الفترة اللي جاية. العاطفية زي ما قلت من قسمة الاتنين بعضوكم في امتطال. والبعض في علاقة ثلاثية او محتار بين شخصين. وهنتكلم عن الحالة العاطفية. البرج الاسد بالتفصيل في الفيديو منفصل ان شاء الله. اه كمان شايفة بعضوكم بيفخر في السفر. اه انا كمان هعمل لك الناحية الصحية. نحية الصحية البرج الاسد. اه بعضوكم عنده مشكلة في الرقبة من الخلف. من الناحية اليمين. اه عضلة الرقبة ده عند البعض طبع منكم عضلة الرقبة بتقليمك جدا. ممكن ما تعرفش اتنين منها. كمان بعضوكم عنده مشكلة اه مش استدر. القفص استدري نفسه بتحسوا ان العظم بتطيع ونفسه هو اللي بيقلمكم. بس انا شايفها مشكلة بسيطة. يعني ممكن بسبب بسبب تكييف بسبب ده وبسبب حاجة دي ايه مشكلة بسيطة. لكن ممكن البعض لو عايد يستشير طبيب يستشير طبيب عشان يتطمن على نفسه اكثر. اه هتحب سكفة كارت. اه طاقة عم ليك يا برج الاسد. وديك دي مني ليكو لكل برج يعني هشوكو. دي مني ليكو في القناة. في القراءة بتاعة الشهر ده. اه وهعملها مع كل الابرات بازن الله. اه برج الاسد بازن الله ان شاء الله بعد مرور الشهر. عندك تنصر. وعندك استقرار. اه بس نقول يا رب. وننظف الطاقة حوالينا. ونبعد عن الافكار التربية. هيحصل عندك بعد الشهر ده ان شاء الله بازن الله تغيرات ايجابية في نواحي كثير في حياتك. اه والموضوع هيعلى بالتجريج. يعني بالتجريج هيعلى للافضل والافضل والافضل ان شاء الله. اه عايز اذكركم بالصدقة. الصدقة يا برج الاسد لا اي حاجة عايز هتمن في حياتك تصدق. ودي عن تجربة شخصية. اه في الفترة اللي جاية اه برج الاسد انت هتكون سيد قرارك. هيكون عندك قدرة انك اه انت اللي تتوجه الاوامر والكل هيكون بيسمع. اه من الواضح عندي هنا اه ان مرة عليك وقت كنت في ضعيف. كنت في ضعيف وبتحس بالقلق والخوف. وده خلى ناس تدخل في حياتك او يكون لي هكلمة في قرارات مصرية خص حياتك. الفترة اللي جاية مش هيحصل ده تامي. انا شايفة ان انت اللي هتحبت كل حاجة تخص في حياتك. انت اللي هتاخد كل قرارات تخص كل قرارات مصرية تخصك في حياتك. اه بعضكم كمان اه شايفات انتظار مولود جديد او احتمال حدوث حمل بازن الله. اه كمان دخولك على مرحلة جديدة تماما في حياتك. اه كمان برج الاسد من دلوقتي والاخر السنة احتمال عندك دخول شخص جديد في حياتك. ممكن يكون صديق ممكن يكون حبيب. الشخص ده هيساعدك انك تتخص حاجات كثير سيئة حصلت لك في حياتك. وممكن تكون كنت تعرفه قبل كده. ودعد يعني دعته عن بعض وهتشوفه بعد دي. اه كمان ممكن اقولك انك عندك اتصال عندك اتصال سريع او خبر سعيد. اه انت مش متوقع. باذني باذني اه بالتوفيق ان شاء الله واستنوني في في القراءة العاطفية لمواليد برج الاسد في الفترة اللي جاية. وما تنسوش الاشتراك في القناة. شكرا للمتابعة برج الاسد. اشتركوا في القناة.